موسيقى اليوم جميكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سندرس المحادرة التاسعة من امتحان التوبيك رقم واحد وسأقدم لكم في البداية عن ماذا سندرس ملخص لما سندرسه اليوم في المحادرة اولا بالنسبة للاستماع تكي سندرس كيف نختار المكان الذي يجري فيه هذا الحوار حسب الكلمات المذكورة فيه وثانيا سنتمكن من تحديد الفترة الزمنية بالساعة والتاريخ وثلاثة سنستخدم التعبير المتعلقة بالمرض ووصف المشكلة للطبيب اما بالنسبة للقراءة فسنتعلم اليوم في القراءة الكي التعبير عن الجو بالمصطلحات المستخدمة للجو وثانيا التمكن من استخدام أدوات الرابط بين الجو مثل دو وئي وإي ورل وآخيرا سنستخدم الحال الكلمات المتعلقة بالحال مثل 너무, 가끔, 오래 و일찍 إذن أتمنى لكم اليوم كل التوفيق ونبدأ معا في رقم سبعة من الاستماع أولا سنقرأ المثال لدينا المثال إذن السؤال أو المثال يقول بالانتقال للقواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا بالطيخ، سوبا بالطيخ هاكيو مدرسة ياكوك سيدلية شي جان سوق وأصو سيو أهلا وسهلا سو جان مكتبة أو محل بايع الكتب بالنسبة لخيارات السؤال ففي خيارات السؤال لدينا الكلمات التالية هاكيو مدرسة وياكوك سيدلية شي جان وصو جان هذه خيارات السؤال كيف نعرف ما هي الإجابة الصحيحة على هذا السؤال أولا الرجل أو الشخص قال يو جي سوبا جي سيو سوباك بالطيخ إذن المكان المناسب من هذا النص هو ثلاثة السوق شي جان إذن تونغ داب ثلاثة طيب إذا كان المكان مثلا هاكيو مثلا جامعة أو مدرسة عفوا سيكون الكلمات قد تذكر الكلمات التالية تشك كابان هاكسن سونزين نيم بين تشكسن أما إذا كان المكان صيدلية فقد تكون الكلمات كالتالية أبودا ياكسا أما السوق فكما قلنا كوائل أما المكتبة أو محل بيع الكتب سوضم تشك و كومتشك پن يومفل 7번 ميو칠 동안 جموشل 거예요 11월 5일부터 7일까지요 هذه الكلمات متوقعة لكل من الإجابات المذكورة في الميثال وبالانتقال إلى رقم سبعة سنختار المكان الذي وقع فيه هذا الحدف أيضا 7번 بالنسبة لكلمات النص الكلمات المذكورة هنا ميو칠 كام يوم تونغان لمدة كونغان حديقة هتل فندق 10 إيرال نوفمبر توسوغان مكتبة وكي تشايوك محطة القطار جادا ينام وصيغالإحترامية جموشدا ينام صيغالإحترامية ميو칠 동안 لمدة كام يوم بطا قادي من إلى قد يكون السؤال هنا مثلا 언제 بطا 언제 قادي أو 어디 بطا 어디 قادي من أين إلى أين منذ متى حتى متى نقرأ بعض الأمثلة على هذا السؤال أو هذه القواعد أولا ميو칠 동안 يرداني لمدة كام يوم ستذهب إلى الأردن 7일 동안 갈 거예요 سأذهب لمدة 7 أيام المثال الثاني 언제부터 언제 قادي سهول에 있어요 منذ متى حتى متى ستكون في سيول 오늘부터 다음 جو قادي 있어요 من اليوم حتى الأسبوع القادم 어디부터 어디까지 시험 من أين إلى أين الامتحان يبيجي بطو يشيبيجي قادي من صفحة 2 حتى صفحة 20 إذن هذا بالنسبة للأمثلة على هذا السؤال وبالعودة إلى الخيارات الرجل قال كام يوما ستنام المرأة تنامين المرأة قالت خمسة من نوفمبر يوم خمسة نوفمبر حتى سبعة نوفمبر إذن المكان هو المكان المناسب طبعا هو ليس الحديقة بالتأكيد وليس مكتبة وليس محطة القطار وإنما فندق 일단 정답 It's not 8번 한국의 옛날 그림은 몇 층에 있어요? 2층에서 보실 수 있습니다 ننتقل إلى القواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا 한국 كوريا ينال قديم كريم رسومات أو لوحات بانمول متحف ميوت سيغة سؤال بمعنى أي چن طابق سا جن سوديو تصوير يونغها سينما وميوت في أي طابق بونغجوم 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 محل للقرطاسية وإي هي ضمير للملكية و بودا يرى أو يشاهد وصيغ الاحترامية بوشيدا الكلمة التالية أو القاعدة التالية السويتا يستطيع أن أو يمكن أن وبدرب بعض الأمثلة على هذا السؤال أو القواعد المذكورة فيه يوجي يسو عربي ينال جبل بوسي سميدا يمكن رؤية البيت العربي القديم هنا إثنان يونغها قاني بيوتشنية إساوي في أي طابق السينما في أي طابق السينما إذن في العودة للسؤال بالعودة للسؤال الرجل قال عفوا المرأة قالت هانكوكي ينال كريم بيوتشنية إساوي في أي طابق توجد اللوحات الكورية القديمة أو رسومات الكورية القديمة و الرجل قال 2층에서 보실 수 있습니다 يمكن أن تشاهده في الطابق الثاني إذن هذا المكان هو بالطبع ليسا 스튜디오 تصوير و بالطبع ليسا سينما و أكيد ليسا محل قرطسية إذن الإجابة صحيحة هي واحد 박물관 정답 واحد 9번 어디가 안 좋으세요? 어제부터 머리가 아프고 열도 열도 많이 나요 ننتقل إلى قواعد هذا السؤال في بطني في رأسي في حلقي لذلك لم أتصل بك وإنما مستشفى إذن 정답 4번 10번 2시간 전에 도착했는데 제 가방이 아직 안 나왔어요 그래요 비행기표 좀 보여주세요 الكلمات المذكورة تذكيرات الطائرة مثلا على هذا السؤال مثلا على هذا السؤال 1시간 후에 먹을 거예요 سأكل بعد ساعة إذن هذا بالنسبة للأمثلة وبالعودة إلى السؤال الرجل الرجل قال 2시간 전에 도착했는데 제 가방이 아직 안 나왔어요 وصلت قبل ساعتين ولكن حقيبتي لم تظهر بعد المرأة قالت 그래요 حقا 비행기표 جمبيو جسيو أرني تذكيرات الطائرة لو سمحت إذن طبعا هذا المكان هو رقم 2 كونغهان مطار 정답 2 الآن ننتقل إلى القراءة الكي القراءة رقم 43 واربعين إلى رقم 39 لدينا فراغ ويجب أن نختار الكلمة المناسبة لنضعها في هذا الفراغ لنقرأ إذن أولا المثال الجو جميل بالقراءة الكلمات المتعلقة بهذا السؤال أو المثال الكلمات والقواعد الجو الجو جميل سيء صافي بارد دافئ حار منعج الآن بالنسبة لكلمات المطر والثلج والريح فباللغة الكورية يجب أن نستخدم أفعال معينة لها مثلا نون أو بي كا ي كا وصو أو واي أم الثلج يسقط المطر يسقط أما كلمة بارام ريح فيجب أن نستخدم معها فعل بلدا برامي 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 الريح تهب من الكلمات المذكورة أيضا في السؤال كلمة بام ليل وعكسها نهار أيضا كلمة هانل السماء وكورم الغيوم هانري مالغايو السماء صافية هانري يبويو إذن مع السماء نستخدم مالتا صافي يببدا جميل وهريدا غائم أما مع الغيوم كورم فنستخدم كورمي منتا كثيرة الغيوم كثيرة الغيوم قليلة الغيوم موجودة إتا هذا بالنسبة إذن للقواعد المذكورة في هذا السؤال وأمثلة عليها بالعودة للسؤال نالشيغا جو سمي دا هانري ماك سمي دا السماء صافية هاني إذن الإجابة ثلاثة تونغداب ثلاثة ننتقل الآن إلى رقم 34 سامشيب سابون رقم 34 من سوشي نن دي هاكسن إمني دا سومشي فرق دي هاكسن إذن الكلمات والقواعد المذكورة في هذا السؤال دي هاكسن طالب جامعي دو أيضا إلا نستخدمه عارة مع المكان وإ ضمير الملكية ورل أداة نصب للمفعول به أمثلة على هذا السؤال 저는 إيسا입니다 아버지도 إيسا입니다 أنا طبيب وأبي طبيب أيضا ميل حكيو إي 갑니다 ميل حكيو إي 가요 أذهب إلى المدرسة كل يوم إلى المدرسة إي إي أمثلة على سؤال أمثلة على سؤال أمثلة على سؤال بالعودة للسؤال منسو الشي نن دي هاكسن إمني دا سومي الشي دو دي هاكسن إذن منسو هو طالب وسمي طالب أيضا لذلك الإجابة صحيحة هي رقم واحد أيضا دو إذن تونغداب واحد رقم خمسة وثلاثين سامشيب أوبون بانجي توب سمي دا تانجمون فراغ القواعد والكلمات المذكورة هنا أولا بانج غرفة توب تا بارد تانجمون شباك كريدا يرسم نطا يضع تقطا ينظف أو يمسح تتا يغلق كريم كريدا يرسم رسم تانجمون مع الشباك نستخدم تانجمون أو من الباب نستخدم كلمة يلد يفتح و تتا يغلق تانجمون يلد يفتح الشباك تانجمون تتا يغلق الشباك أو الباب تانجمون الأرض أو منجر أو نمور تقطا يمسح الأرض أو الغبار أو الدموع إذن تقطا يمسح هذا إذن بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا السؤال بالعودة للسؤال باني توب سم ندا الغرفة باردة إذن طبعا يجب أن نغلق الشباك تانجمون تاسم نغلق الشباك إذن الإجابة هي رقم أربعة تانجم أربعة ننتقل إلى رقم ستة وثلاثين ستة وثلاثين سمشي بيوكبون شيغان مورم ندا فراغ ر بوم ندا الكلمات والقواعد المذكورة في هذا السؤال شيغان وقت بوردا لا أعرف والعكس طبعا الدا يعرف بودا ينظر إلى هذه القواعد والكلمات المذكورة في السؤال وفي العودة للسؤال شيغان لا أعرف الوقت إذن يجب أن ننظر إلى ماذا إلى الساعة ماذا أنظر إلى ماذا إلى الساعة طبعا وليس المجلة وليس العنوان وليس الرسالة شيغان ندا أنظر إلى الساعة إذن الإجابة هي رقم اثنان تونغ ننتقل إلى رقم سبعة وثلاثين سمشي بيوكبون انظر ماني هم ندا كريس فراغ الكلمات المذكورة هنا يفعل شيء كثيرا يوري رل ماني هم ندا أطبخ كثيرا لذلك جيد الصحة مثلا بالعودة للسؤال اندونغ الماني هم ندا أقوم بالرياضة كثيرا كريس كونغان هم ندا صحتي جيدة إذن الإجابة هي رقم واحد تونغ داب واحد ننتقل إلى رقم ثمانية وثلاثين سمشي بيوكبون كابانه تجي من سمي دا كابانه تجي من سمي دا كابانه تجي من سمي دا بالنسبة للقواعد المذكورة في هذا السؤال أولا أ بلاس اسم إيغا من تا في مكان معين يوجد شيء كثير مثلا بانه كابانه من سمي دا في الغرفة يوجد حقائب كثيرة مثلا إثنان إيغا من تا تقيل إيغا من تا ثقيل والعكس طبعا إيغا كابيوب دا خفيف نوم جدا وتستعمل للجمل السلبية عادة نوم باب بدا نوم موقب دا ثقيل كاكم أحيانا ووري لمدة طويلة إلجيك مبكيرا أنفل على هذا السؤال باني نوم تغرب سمي دا الغرفة وسيخة جدا سانجا موقب سمي دا أو كابيوب سمي دا الصندوق ثقيل أو خفيف كونغانه سرامي من سمي دا هناك أشخاص كثر في الحديقة إيه سرامي من تا كاكم كاپيرو ما شمي دا أشرب القهوة أحيانا حكيوغا مارسو جيبهيسو إلجيك ناغا سيو خرجتو من البايت مبكيرا إلجيك لأن مدرستي بعيدا وبالعودة للسؤال كبانه يجبهي كبانه كبانه سيجبه مالسو في الحقيبة يوجد كتبه كثيرا كبانه نوم موغيم تقيله جدا إذن الإجابة هي رقم ثلاثة نوم جدا رقم الآن تسعة وثلاثين لدينا سامشيب كوبون أولاً الكلمات والقواعد المذكورة في هذا السؤال لمدة طويلة يعني معادة نستخدمها مع الأدوات الموسيقية يستعير يحافظ على أو يلتزم به نستخدم معهما مع هاتاني الألتان كلمة باللغة العربية يعزف معظم الألات الموسيقية يعزف ولكن باللغة الكورية يوجد فعل خاص التنس أيضاً نستخدم معها كلمة أما الفلوت أو المزمار ينفخ في المزمار باللغة العربية طبعاً نقول يعزف مزمار أو ناي ولكن باللغة الكورية لنحافظ على القانون أو لنلتزم بالقانون نستخدم كلمة مع الوقت أو مع القانون فقط وليس طبعاً مع الناي أو الغيتار أو إلى آخره بالعودة للسؤال تعلمت الغيتار لمدة طويلة الإجابة هي رقم اثنان لأن هذا هو الفعل الذي نستخدمه مع الغيتار إذن هذا كل ما لدينا اليوم في المحاضرة والآن سألخذ لكم ماذا درسنا في هذه المحاضرة أولاً بالنسبة للاستماع درسنا كيف نختار المكان الذي يحصل به هذا الحدث وثانياً استخدمنا تعبيرات المرض كيف أعبر عن المرض في مستشفى لأصفة للطبيب حالتي مثل موكيا بودا أو يورينا دا أو موميان جوتا هذا بالنسبة للاستماع أما بالنسبة للقراءة الكي فاستخدمنا مصطلحات الجاو مثل هانري مالغايو هانري هريويو بارامي بورويو وبيغا أو نوني وايو أيضاً تمكننا من استخدام أدوات الربط مثل تو أيضاً وإي صيغة ملكية وإي إلا ورل أدات مصب استخدمنا أيضاً الحال مثل كلمة نومو كاكم ووري وإلجيك أما بالنسبة للكلمات الرئيسية في هذا الامتحان أو في هذا النص في القراءة خاصة أولاً لدينا كلمات الحال كما قلنا قبل قليل إلجيك مبكراً نومو كثيراً كاكم أحياناً ومثلاً كلمات مثل أفعال مثل كريدا يرسم ونطا يضع وكونغان هدا بصحة جيدة تكتا يمسح أو ينظف وتتا يغلق والعكس يلدا يفتح كلمات تتعلق بالجو مثل السماء صافية هانري مالغايو السماء صافية أو هانري هريويو وبعض الأدوات الربط مثل دو أيضاً وإي صيغة ملكية ورل وغيرها كثير من الكلمات إذن هذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم أتمنى لكم كل التوفيق شكراً جزيلاً ومع السلامة اشتركوا في القناة